مرحبا بكم و بكل محبين الأكلات الشعبية والذين ينجح في الوصفات اليوم ما عليها غير يشوف الفيديو لوبيا بالحم البقري و كي اجيكم خاطره وبنينا لازم اتبعوا كامل نصائح اللي نقول لكم عليها تابعوا معي نحتاج لوبيا يابسة الحم البقري من أحسني كونطري الجازر الثوم الملح العكري الدرسة على الفلفل تلقوا وصفة ديالو على الرابط في صندوق الوصف نحتاج أيضا طماطم المصبارة الكمون و الفلفل الأسود و طبعا الزيت و الماء بش نمرق اللوبيا شللتها و حطيت عليها المحطة تغطات و خليتها لمدة ليلة كاملة الآن تتحضر في الطنجرة حطيت الحم من الأحسن يكون طريق بش يطيب سوى سوى مع اللوبيا و حطيت عليه كامل التوابي اللي قلت لكم عليها من غير طماطم المصبارة ثم سكر فشتها حطيتها في الطنجرة نضع القليل من الزيت لأنه حطيت طريف صغيرة على الشحم و إذا ما حطيته الشحم نزيدوا شوية كمية على الزيت نضع زرودية سكر فشتها في رقيق حتى لا تبين شوية طيب زرودية و الدرسة على الفلفل سير من أسرار البنة على هذا الطابق نضع الطنجرة على النار تكون هادية و نقليها كالحم حتى يشرب قريب كامل هادية المرقة و يدخلوا شوية طيب نقطر اللوبيا اللي شمختها من قبل و نضعها مع الحم قبل ما المرق نخلطها هكذا مع الحم قبل ما المرق و المرق بالتسبب الكمية على المرق 1 سنتيمتر فوق الحج إذا حبيتها مياه نضع طنجرة على النار كما ترونها تغليا نقصوا على النار و أغطي طنجرة أنا استعملت الكوكوتا نغلق عليها إذا طيبتوا في الطنجرة عادية مرة على مرة أفقدوا و إذا اشتتوا الماء خاص زيدوا شوية حتى نشف لكم خمسة وعشرين دقيقة بعد اللوبيا هي طابت ما زمن البتش مليح لكن طابت درك ندير الكمية على الطماطم حوالي ملعقة كبيرة حتى الطماطم المصبرة إذا خصها الماء زيدوا شوية على الماء و إذا خصها الملح كذلك زيدوا شوية على الملح نعود أن نرد الطنجرة على النار لكن هذه المرة لا نغلق عليها نخليها حتى شوية محلولة حاولي دقيقة أو دقيقتين عينكم ميزانكم كتشوفوها لبات طفيو على النار واللوبيا هي جاهزة جاءت ما شاء الله ملبيها وطرية هذه كذرو ديالي حطيتها ما رهيش كامل تمان دابت راح يتمدلكم الدوقة رائع في هذا الطابق تحبو تزينوها بشوية على القصبر ولا يعني شوية زيت زيتون كان يحب يأكلها بالخل اختيار لكم هذا هو طابق نهار اليوم إن شاء الله يكون نعجبكم وإلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر